السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. حبيت اتكلم النهاردة عن الاستثمار في الفلبين طبعا اتكلمنا في الموضوع ده خمسين ستين مرة ومازلنا بنتسئل فيه كل مرة ومازلنا بنجاوب يعني الاسئلة برضو والاجابات شبه بعضها يعني. بس حبيت النهاردة ان انا حزيد يعني شوية حاجات كده صغيرة حشمل فيها الكلام اللي احنا اتكلمناه في البس المباشر والفيديوهات اللي احنا عملناها والكلام دوت. اول شيء يعني حبيت بس ان انا تعقيبا للناس اللي بترد على حاجات الاستثمار بالذات او فيديوهات الاستثمار في القناة حضرتك في ناس انا بكلم اه بقول مسلا استثمارات اه بسيطة واستثمارات يعني اللي هي المشاريع الصغيرة والمشاريع اللي هي المتوسطة والفوق متوسطة يعني مش الكبيرة. فانا بتكلم على حاجات صغيرة بالنسبة الناس انا قلت عليها قبل كده ان هي في ناس بتكون زي حالاتي ماديت معاها مش مش كبيرة قوي. وعايز يجي يقعد مع اسرته هنا وعايز يستقر فهو مضطر ان هو يعمل مشروع صغير. فاجي مسلا اقول على يعني محطة تحليت مية التكلفة من تمانين الف ليه متين وخمسين الف. الاقي واحد بيرد علي يقول لي يعمل بتمانمائة الف. يا حبيب انا بقولك انت انا بدور على واحد ان هو يعمل مشروع بمتين وخمسين الف. يعني ماكس مام بالنسبة له اللي هو اخر حاجة بالنسبة له يقدر يصرفها متين وخمسين الف. تيجي انت اتكلمني في تمانمائة الف. تمام تمانمائة الف ولسه اجار ولسه ترخيص ولسه 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 ولسه. ده انا بقولك مئتين وخمسين الف شامل كل الليلة دي. فانت تيجي تقول لي تمانمائة الف. يعني راعوا ان انا ان انا لما باجي اتكلم انا مبتكلمش على مليارات ولا الكلام ده انا راجل فقير وغلبان وبدور على اللي هو زي حالاتي. فاللي حيجي يتفرج على قناح يتفرج على زي حالاتي. اللي هو امكانياتنا محدودة. وكل اللي احنا عايزينه ان احنا نعمل اه يعني مشروع نكفي بيه اسرتنا من الاكل والشرب ونكون على قدر كافي تمام من احنا نعيش حياة كريمة. يعني ما ما نتهنش يعني. تبقى حياتنا كريمة بس. ونكون في مستوانا مستوى الفلبيني اللي هو في المتوسط متوسط الفلبينيين اللي هما يعني اه في الرنج الوسط يعني. ما نبقاش عالين قوي عشان ما يتبصلناش ببصة وحشة وما نبقاش ملخفضين جدا برضو عشان ما يتبصلناش ببصة وحشة. فهنخش بس النتكن ده على جنب. وهنخش في موضوع بقى الاستثمار هل هو الاستثمار في الفلبين ايه مميزاته وايه عيوبه. اول حاجة لو انت هتيجي تشتغل في الفلبين وقلتها الف مرة قبل كده اشتغل في الحاجة اللي انت بتفهمها. بتفهم في التسمين العجول تعال اشتغل في التسمين العجول. اشتغل اه بتفهم في الطباعة زي حالاتي تعال اشتغل في الطباعة. بتفهم في الخياطة تعال افتح مصنع اه مكانتين خياطة واشتغل عليهم. بتفهم في المجال اللي بتفهم في الزراعة تعال اشتغل في الزراعة. بتفهم في اي حاجة تعال اشتغل فيها هنا. لكن ما تجيش في حاجة مش بتاعتك وتخش فيها. طب انت اصدق اصدق يا عم محمد انا اصدق حاجات تانية كتير زي مسلا واحد هو اصلا شغال مصور جاي يفتح لي مطعم يعني دي بعيد عن دي فانت من الطبيعي ان انت هتخسر لانك انت مش فاهم في الكلام ده لو انت راجل شيف او انت عارف الكلام ده اه هتقدر تحدد القسط بتاعك قد ايه والرسب بتاعك قد ايه او بلاش الكلام مش هتكلم انجليزي عشان انا بحبش ان انا اتكلم انجليزي فهتكلم عرب احسن فيعني انت تشوف بقى الاجمال المصاريب بتاعتك قد ايه والمقادير بتاعتك هتكلف عليك قد ايه في الاكل ده تمام وبلاقي انا عليها هتقدر تحدد بقى هتديها كامل الزبون وبتاعه الاكل ده كده يعني لو انت راجل شيف لكن انت مش شيف انت راجل مصور مسلا تمام او راجل ديزاينر زي حالاتي تمام جاي تفتح مطعم ليه انت مش فاهم فيه فمن طبيعي هتخسر فناس عليها صرف عشرة مليون وخمسة مليون وسبعة مليون والمشروع فشل بعد بعد سبعة شهور ثمان شهور ما هو الطبيعي انت حضرتك داخل في مجال مش مجالك ده رقم واحد خش في المجال بتاعك ناس كتير كان بتكلمني تقول لي انا راجل اعمال كتابية وما فهمش في الكلام دوت يعني انا راجل بتاع الكوبيوتر وداتا او مدخل بيانات ومعاملات مكتبية واعمل مثلا زي عندنا كان في كويت اه شؤون وجوازات اعمل زي عندنا مثلا في مصر زي عرض حالجي كده اعمل الورق وخلاص انا مليش بقى في حوارات لمشاريع ولا بتنجان دوت ولا كان فيها طيب حقول لك حاجة بسيط انت ملكش هوايات ملكش اي هوايات خالص مستحيل يعني انت لو كانت هويتك التدخين بس لو هويتك السجاير ان انت تدخن تمام انت ممكن تفتح محل فيب يعني ممكن شوف يعني انا ابسط حاجة بشرح حالك انت لو بتدخن بس يعني ما عندكش اي هواية نهائي اي هواية في حياتك نهائي مش موجودة وبتدخن سجاير بس تقدر تفتح محل فيب يعني اصلا انت عارف الفيب بيعمل يعني بيتباع بكام الزيت بكام مش عارف ايه بكام الكويل بكام مش عارف كزا كام ده كام ده كام ده كام هتخش بالموضوع دوت باسلا ممكن ومش هتتعب دماغك يعني مش هتعمل هدك او مش هتصدع دماغك زيادة عن اللزوم بسرعة فدور على اللي انت بتحبه او اللي انت بتقدر تشتغل فيه وتفهم فيه كويس ده رقم واحد رقم اتنين ودي نصيحة عامة ومش تقليل من الزوجة الفلبينية ولا تقليل من الفلبيني لو انت حتيجي تعمل استثمار تمام لو زوجتك فهمة في الاستثمار اللي انت حتعمله لو انت حتيجي تربي مثلا طيور تمام فلازم مراتك تكون فهمة بنسبة سبعين في المية ازاي بتربط طيور يعني لو هتعمل انتاج حيواني مثلا انتاج دجاج انتاج بيضي لازم مراتك تكون سبعين في المية فهمة من الكلام ده لو مش فهمة فلوسك هتخسرها لو انت حتفتح مطعم ومراتك فهمة الاكل بتعمل ازاي والمقادير بتتعمل ازاي وتكلف قد ايه والعمالة قد ايه والاجار قد ايه والكلام ده اوكي تقدر تدهولها معرفتش هي مراتك معرفتش ما تعملش المشروع ما تعملش المشروع الا لما تكون انت موجود لان في ناس اما براحز انه ولا ايه انا عايز اكون ليا استثمار قبل ما اخشي الفلبين بحيس ان انا لما سيب مثلا الخليج تمام الاقي فيه ليا شغل ما ينفعش نهائي ما ينفعش نهائي لو انت مراتك ملهاش خبرة في المشروع اللي انت هتفتحه ما تعملوش نهائي فانا بقول من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة عندي انا كان عندي انا عندي مكنة طباعة سبليميشن وعندي مكنة طباعة عادية وعندي مكنة تقطيع ليزر وعندي مكنة حفر ليزر تمام تقطيع ليزر وحفر يعني تحفر وتقطع وعندي المكنة برضو نفسها ديت بتعمل يعني سي ان سي اللي هي بتعمل البروز بتاعة البراويز والكلام دوت وعندي مكنة طباعة تشيرتات وطباعة كبات وطباعة اطباعة وطباعة مجات وعندي كان كمية ورق ما شاء الله يعني كل لما كنت انزل زيارة اروح اجيب لي مثلا ايه باربع تلاف خمس تلاف بيسة وقوم حطتهم ورق ورق بقى ورق من من كل الانواع ان كنت باشتري من هنا وكنت باشتري من الكويت فكل ده كنت سايبه لمراتي وكنت بنزل الكويت وبرجع فلما بقى يعني مراتي عايزة تشغل الموضوع فكانت بتطبع الورق اللي هو تمنه تمنه القست علي انا الجملة علي انا بعشرة بيسة بعشرة بيسة جملته علي انا من غير حب بعشرة بيسة فانت تحط بقى عليه كهرباء وتحط عليه حبره وتكلام ده فقول مثلا يا سيدي هيبقى بعشرين بيسة فكانت بتطلعه بخمسة بيسة ليه لانا مش عارفة الورق دا يمتوا ايه فقلت لها ستوب ما تعملش حاجة تاني ما تخشيش في اي مجال تاني يعني خلي المكان دي كده مركونا لحد لما ان شاء الله تحمض ولا لكن ما تضيعش اللي انا عملته في مدة سيارة ده حاجة فانت لو مراتك مش فاهمة كويس جدا في المشروع اللي انت عايز تفتحه تمام فما تفتحوش طب انا افتح ايه عاما عايز اسلصمار اعمله قبل ماجي خلاص افتح لها ساري ساري افتح لها جروساري اي حاجة بس تكون في حاجة بالدايق اللي هي الساري ساري مفيش فيلبيني على مستوى الفلبين كلها ما يفهمش الساري ساري ده بيشتغل ازاي مستحيل يعني لازم هتلاقي كل الفلبينيين فاهمين الساري ساري شغال ازاي هي عبارة عن حتة بقالة صغيرة ملاش اي لازمة يعني تمام وحتلاقي هتعمل دخل هتعمل لك دخل عشر تلاب بيس وخمستاشر الف بيس ويوم ما اضربها الدم اهوي يعني فعايز تفتح لها مشروع قول لها ادي مثلا مبلغ كزا افتحي ساري ساري تمام ومنتظر منك مثلا بعد اه ست شهور المبلغ ده يكون ضعف ونص وشغالها خسر مانتش خسرا شيء كسب اهو ده انت كسبان لكن ما تجيش تضحب كل مشروعك كله تقوم حطه لامراتك تمام وتقول لها اشتغل يا بنت الحلال وتلاقي الموضوع امرح نازل يعني كان واحد من ضمن الناس كان مستثمر معامل جايب مكينة ايس كريم الشخص ده مصري وعرفه فكان جايب مكينة ايس كريم وكان جايب وجايب وجايب عامل بضاعة وحاجات بتعدي المليون وشوية وكان موجود في الخليج وكان مدي لامراته ان هي تعمل الحاجات ديت وكان متخيل ان هي اه هو قاعد معها بس شهر هنا وامرحل لها عاملي كذا وعملي كذا ومش عارف ايه وبتاعه بس كده فتكر ان هو امراته كده خلاص بقت يعني 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 بعد لما مشي المكان اتباعت والاغراض اتباعت والدنيا كلها اتباعت وخسر المشروع والمليون اللي هو كان عنده بالبضاعة بتاعته بكل حاجة خسر في كل حاجة ليه لانها ما عندهاش فن الادارة ما عندهاش فن ان هي تدير الحاجة ديت تعرف الكست بكام بتعرف الرسب بكام هتكلف قدي ايه هتدفع ايجار كام لما اجا ادفع انا ايجار كذا تمام هخلي الحاجة المنتج انا هتطلع ده بكام فده انا بقوله حتى على زوجتي انا لما جيت انا بقى هنا واقعدت هنا تمام اعدت مع زوجتي الورقة دي بتتصور كذا الورقة دي بتتعمل كذا الصورة دي بتتعمل بكذا الورقة دي بتتعمل كذا اللامينيشن ده بتعمل بكذا فابتدت مراتي حتى هي ذات نفسها انت حلوة الفلبينيين لما انت بتديله سكيلز كتير وتقدر تدعمه في السكيلز على طول تمام هو بيفكر معك بنفس تفكيرك ومش غبي والله العظيم الفلبيني والاشاعة اللي بتقول ان هو اغبية مفيش الكلام ده خالص كل الكلام ده عاري من الصحة الفلبيني لما تفضل تديله انت في سكيلز وتعلمه كويس تعلمه كويس تمام بناء عليه يتحول على نفس تفكيرك بل بالعكس كمان بيفكر على منك اوكي فاحنا اتفقنا على ايه ان اول حاجة تشتغل في الشغل بتاعك اللي تفهم فيه حتى لو كانت هواية ليه هواية تصوير اشتغل في التصوير ما تكونش انت جاي يعني شغال في الشغل تكونش انت طبيب تمام وجاهلي تفتح مزرعة ابقار يعني وتقولي انا حشتغل في الابقار طب انت ليك خبرة فيها لو ليك خبرة فيها وهواية مفيش ادنى مشكلة مالكش خبرة فيها ما تخشش فيها نهائي زي كان في واحد دكتور قبل كده كان داخلي في البورصة يعني هو دكتور انت مالكش علاقة بمن انت تخش وما كانش فيه ولا عنده خبرة واحد في المية في حكاية البورصة فداخل هنا داخل هنا في الفلبين جاي استثمر فلوسه في البورصة وفي شراء الاسهم والكلام ده طبعا هو الحاجات اللي هي فيها بترول مش عارب يوم شاريها وبعد كده لما لايه مثلا نزل تلاتة في المية خمسة في المية ابدأ بخسر وبتعو يوم رح بيعها فلوسه فضلت على طول كده نازل في طالع نازل في طالع نازل في طالع لحد لما خسر كل فلوسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتح في الاخر خالص فتح ساري ساري طبيب فتح ساري ساري يعني ما 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 تتخيلش الموضوع مهم قديه تاني حاجة قلناها ان انت الزوجة ما تعتمدش عليها كليا في موضوع ان انت تعمل البزنس بتاعك وعايزها ان هي تخش فيه سالسا لو هتخش مع شريك فلبيني طبعا بقى تسمع كلام يقولك ايه وعشرك الفلبيني هيكلوك ده هيستحلبوا فلوسك ده بص ده هيطلع من تحت المش عارفوها بصر بص وانا كنت قلتها قبل كده في جروب التليجرام هتعمل استثمار مع فلبيني لو كان هو فاهم الشغل اللي انت شغل فيه او مش فاهم الشغل انت شغل فيه هتعمل بنوت في العقد لو هو هيخش معاك بفلوس او مش هيخش معاك بفلوس برضو هتعمل نفس البنود في العقد مين اللي ليه صلاحية الادارة مين اللي ليه صلاحية الاشراف مين اللي ليه صلاحية اللي ان هو يكون محاسب عشان ما يجلكش فيه ما يقولك ايه يعني حد يلعب في دماغه يعني حد يلعب في دماغه من اصحابه بتاع انت ده الرجل ده بقى اللي بعيشه ويعامل حجه وبص شاف ده بقى مليونير وانت لسه شحات انت بتاخد ملالين منه فتحط البنود في العقد وتخلي البنود العقدة دية تمام ان المحامل انت هتروح تعمل عنده هو يوقع وانت توقع وتسجلوها في DTI ما قدرتش سجلها المهم انت تسببت الورقة دي رسميا وبعد كده تمام هو صورة وانت صورة اول ما اقول لك بيم تلتة 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 كام قوله واحد يقول لك تلتة واحد غصبا عنك والبلد هنا من ضمن الحاجات برضو اللي هي كانت بسمعها في مننا احنا كعرب ودي انا بزعل منها اول اه مثلا لما كنت اول ما روحت الكويت يقول لك الكويت فيها عنصرية وفيها 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 والحكاية والرواية وانت مش عارف ايه والكويتة دول كذا والخليج كذا ويفضل تسمع شتايم من ناس بشكل غبي لكن الناس اه لما انا روحت جربت الكويت وطبعا الظروف اللي انا اول ما دخلت فيها الكويت بعد ثلاث شهور امتقى انا رفع عضية على كافيلي اه انا رفع عضية على كافيلي اللي محدش من الناس اللي بقى لهم ستة سنين في الكويت قدر يعملها او كان بيخاف يعملها ليه لشي واحد بس ان انا قبل ما اخش البلد انا عارفها صنطي صنطي وعارف حقوقي فيها عارف شوارعها وكل حاجة من قبل ما اخشها ولا شوفها كذلك الفلبين فانا عارف الفلبين قبل ما اخشها بخمس سنين صنطي صنطي وشارع شارع وقوانينها وكل شيء واللي انا بقولهو لك ان الاشعاعات اللي انت هتسمعها كلها ولا لها لازمة دي تجارب شخصية في الفستك على الاخر اي بلد فيها قانون لو طلبت بحقك حتاخده لو طلبت بحقك حتى لو كانت دولة ظلمة لو طلبت بحقك حداخده وازاد على كده ان الفلبين مش دولة ظلمة الفلبين وكذلك الكويت برضو عشان بس الناس ما تقولش انت ما تكلمش عن الكويت الكويت انا خدت حق فيها تلت ومتلت فكل الكلام اللي كان بتقال قبل ما ماخدش الكويت كان كلام حقص ولا لي علاقة بالصحة خالص نهائي دولة فيها قانون تقدر تاخد حقك تلت لو انت طلبت بحقك حتاخده لو انت سبتو انت برحتك بقى كذلك الفلبين لو طلبت بحقك حتاخده غصبا عن عين التخين اجعص واحد وما حدش يقولك انا المير فلان حبيبي والبرانجاي فلان حعمله كذا خلي بالك حكاية المير فلان حبيبي والبرانجاي كذا حبيبي والشرطة كذا والستي هول مش عارب مين حبيبي كل الكلام ده في اكبر مهلبية ليه بقى لان الناس دي ساعت لما انت بتخالف القانون هنا اول ناس بيسبوك لكن لو لك حق اول ناس هتلاقيهم في ظهرك ويمكن الناس انا كلمتها في الموضوع دوت كذا مرة يقول لي ده انا دفعت تبرعات للبرانجاي بالعبيد بس حضرتك ايه المشكلة من بينك وبين الشخص التاني كذا مين الليه الحق يقول لي اصلا انا مش هعرف كذا وكذا اقول له حبيبي قلبي قدام القانون مين الليه الحق قدام القانون مين الليه الحق يقول لي هو اقول له خلاص مع عمره مع الفلبيني مش هينصرك على الفلبيني عمره ما هيخش معاك فقضية هو حيتشبه فيها عمره ما هيخش معاك فقضية هو حيتشبه فيها نهائيا فدي حاجة من ضمن الحاجات انا مش عايز اخش الموضوع يعني ما طولش زيادة عن اللزوم عشان الناس ما تزهقش وبعد كده يقول لك انت بتلغي كتير وبتحرق كلام كتير فده اللي انا بس بحب اوصله ان الاستثمار في الفلبين مجزي ومربح يعني ممتاز جدا لكن شغل دي الاول قبل ما تشغل جيبك يعني شغل مخك قبل ما تشغل جيبك جيبك ده خليه في الاخر خالص ان انت تطلع فلوس تمام خليه في اخر حاجة خالص لكن المهم اتشغل مخك الناس اللي حتشتغل معاك او اللي انت حتشتغل معاهم هل ينفعوا ولا لا المشروع اللي انت حتشتغل فيه في المنطقة اللي انت قاعد فيها هل يصلح ولا لا ما اروحش انا اعمل مزرعة خنزير وراح اقعد في مراوي يعني اا فانا يعني عشان حكاية الخنزير دي كان برضو ناس بتتكلم كتير على موضوع الخنزير ومش عارفيه ده حرية شخصية وكل واحد بدماغه وكل واحد براحته فيه ناس بيقبلوها وفيه ناس بيقبلوهاش فيه ناس بيحرموها وفيه ناس عادي بالنسبالهم فالسنة حبيت اوصل لك المعلومة بابسط ما يمكن ما اروح افتحش انا مثلا مزرعة خنزير وانا اقعد في مراوي ما حتش عشتري مني ما اروحش انا اشتغل افتح محل للخمور وانا اقعد في مراوي برضو ما حتش عشتري مني ما اروحش انا اجيب عبيات تمام اجيب عبيات واروح في سن ترسيبوه واروح ابيعها نسبة المسلمين يعني اعمل محلي بس للعبيات نسبة المسلمين مش مش كتيرة فبرضو مش حنجح ما اروحش اعمل محل تمام اا اكلات مثلا زي المنسف والاكلات الاردنية والمصري اروح ما اعمل محاشي تمام في منطقة زي انا اقعد فيها دي مثلا سان كارلوس ولا حد حيجيل لا اصل ده اكل عربي وبتاع مش عارب ايه وحنعلمه والله ولا حيجيلك ولا حيجيلك ولا حيفكر فيك اصل انت مش هل اكل اللي انا عايزه فانجيلك ليه وصلت للمعلومة ياريت اكون وصلت لكم معلومة النهاردة وقفتتكم بشيء وياريت تعملونا سبسكرايب ولايك وشير وتدعموا القناة بنشر الفيديوهات بتاعتنا لاحبابكم ورايبكم وصحابكم اللي هم مهتمين بالفلبين وياريت تزورونا على موقعنا الفلبين بالعربي وعلى منصتنا المهمة يو اونلاين باسم الفلبين بالعربي وعلى فيسبوك وانستجرام وتويتر وسنابشات بنفس الاسم الفلبين بالعربي وتقدر تخش على مجتمع الفلبين بالعربي على تيليجرام وتقدر تسأل اسئلتك اللي انت عايزها عندك ناس كتير باسمنا مشاه الله احسن من محمد يقدر يجاوب عليك شكرا لكم جدا المشاهدة ويا ربكم استمتعتم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودععه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة